اشتركوا في القناة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وذلك بمناسبة تتويج فريق بحرين واحد لقب بطولة العالم لسيارات فئة برومود في السباق قبل الاخير لهذا الموسم 2019 على حلبة شارلوت بمدينة كونكورد في ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الامريكية واشهد سموه بالدعم الكبير من قبل جلالة الملك المفده وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله للرياضة البحرينية ما ساهم في تحقيق مملكة البحرين حضورا قويا في مختلف المحافل والمشاركات الرياضية الاقليمية والقارية والعالمية مشيرا سموه الى ان هذا الدعم ترجم جهوده بتحقيق فريق البحرين واحد لقب بطولة العالم للمرة الاولى في تاريخ مشاركات الفريق واكد سموه شيخ عبدالله بن حمد الخليفة ان الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاولى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لرياضة السيارات في مملكة البحرين ساهم بشكل كبير في تحقيق مكاسب عديدة ومواصلة حصد الانجازات على مختلف الاصعدة مشيدا سموه بدعم سمو ولي العهد واهتمامه الكبير لهذه الرياضة والذي جعل اسم فريق بحرين واحد في صدارة فرق بطولة العالم لسيارات واشار سموه ان تصدر فريق بحرين واحد للبطولة منذ جولاتها الاولى ما هو الا دليل على قوة استعدادات وتحضيرات الفريق للمشاركة في هذه البطولة والذي اثمر عن التتويج باللقب العالمي متمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على الفريق والسائقون في هذا الموسم لاعتلاء منصات التتويج والسيطرة على المنافسات منذ البداية وكان فريق بحرين واحد قد توجى بلقب بطولة العالم لسيارات فئة برومود لموسم 2019 وذلك بتحقيق السائق ستيفي جاكسون لقب الجولة ما قبل الاخير من البطولة حيث حسم الفريق اللقب بعد تأهل جاكسون الى الجولات النهائية من السباق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر